نهاردة تصريحات كثيرة لكابتن حسن حسن مع السيدة الصحافيين هل قرأت أي منها بشكل ما؟ هل في تصريح معين أنت وقفت عنده؟ لا أنت أقول لي نقط وأنا عشان ما أريدش عن الحقيقة كابتن حسن حسن مثلا من الحاجات التي تتكلم عنها أنه لما بيروح المدرجات يفرج على اللاعبين مش قادر يطلع لعيب جديد من الدول المصري يضيف المنتخب مصر طيب كابتن حسن قاله أدي إيه الحقيقة متعين شهره ليه ولي كم شهر قبل الكم شهر دي كان هو بيحل المطشاط الدوري مثلا أو المطشاط المنتخب وبالتالي هو عارف كل لعيبة مصر مش من المنطق أننا بعد ما تولى بكم شهر أقول ما فيش في الدوري المصري إذا كان قال هذا تصريح ده مش منطقي على الإطلاق وإلا يعني ما أنت كنت بتحلل قبل كده يعني وبالتالي هو بس عشان الكلام يبقى واضح هو تصريحه الضقيق إنه مش لاقي لعيبة جديدة غير القوام اللي موجود لعيبة جديدة يضمها المنتخب مصر ودي مهمتك مدرب إنت ممكن بتتوسم الخير في لعب لكن عنده بعض النواقص يمكن أنا سمعتها كنت بتتكلم لا اللعيبة المصرية هي الأفضل في إفريقيا ونتائج الأندية بتقول كده والمنتخب إذا معنا كده طيب هرجع وكابتر حسام كان موجود معنا في سنة 86 بتقول إفريقيا اللي كانت في القاهرة المنتخب المصري هو المنتخب الوحيد اللي ما عندهش لاعب محترف واحد في أوروبا في حين كان الكاميرون كان وقتها 22 لاعب أو 21 لاعب كلهم في أوروبا أكبر عندهت أوروبا كدفور المغرب تونس كل المنتخبات كان عندها أقوى اللعبة في إفريقيا وإحنا اللي خدنا البطولة بدون لاعب واحد محترف سنة 86 إذا معنا كده اللاعب المصري على فكرة بيتفوق في الزكاء الميداني والمهارة عن اللعب الإفريقي اللي بيميزه شوي عن اللعب المصري حتة القوة والسرعة والكلام ده كده لكن الزكاء الميداني والمهارة اللعب المصري هو الأفضل وعشان أكون دقيق في كلامي لعب اللعبة لعبة شمال إفريقيا تحديد تونس المغرب الجزائر عندهم حتة الزكاء وعندهم حتة المهارة عشان كده بنعاني كتير قوي مع شمال إفريقيا شكرا